يا هلا ومرحبا فيكم اليوم احتفالات عظيمة عندنا في السعودية بسبب الاحتفال باليوم الوطني السعودي الله يجعل ايامنا كلها امن وامان وكلها فرح وسعادة وكلها احتفالات وانجازات عظيمة وفوق فوق هام السحب يا اغلى بلد قصتي اليوم نوع ثاني يعني لو تستوي مسلسل او فيلم اوعدكم ان ياخذ جوائز الاسكر فيه يعني من الاشياء العظيمة من الدراما من الاكشن الشي الكبير خلونا الان ندخل بتفاصيل القصة حصلت هذه القصة بالضبط في الاردن وبالتحديد في منطقة يسمونها الزرقة وهذه القصة صارت في زمن الستينات كان في رجل اسمه ابو عبد هذا الرجل كان له منصب جدا محترم وكان يدرس في احدى الكليات اللي موجودة في الزرقة كان ذاك اليوم طالع وكان في ذيك الفترة فترة حروب الاسرائيليين يعني ايه هاجمون الفلسطينيين وكان يعني احتلال ومشاكل وغيرها ولان الاردن مثل ما احنا عارفين قريبة جدا من فلسطين فبالتالي كثير من الفلسطينيين هاجروا الى الاردن وكانت في ذاك الوقت في مخيمات في الزرقة هذا ابو العبد كان طالع من الدوام حقه من الكلية ورايح الى اللي هو بيته وبينما هو يمشي شاف بنت هايمة وتصيح وتبكي وعيونها حمرة وكانت يعني جوعانة وعطشانة وشكلها جدا مبهدل يعني واضح انها ضايعة من فترة مبسيطة فاخذها اهو سألها يا بنتي انتي شنو اسمك قالت لا اسمي ربيعة قال لها ربيعة ايش قالت ربيعة احمد مصطفى اخذها وراح يمشي في سنتر المدينة او في المركز احنا نعرف اول في باصات هناك في ناس رايحين جايين للاراضي الفلسطينية وكذلك مخيمات ولاجئين وغيرها فمين يسأل ولا مين ولا اي باص النشدة او اي احد يعني يقدر يدلي عن اهلها ظل في هذا الوقت بدل ما يروح بيتها حق زوجته وعياله ظل يتنقل من مكان الى مكان من باص الى حافلات الى غيرها الى السواقين التاكسي ايضا راح الى العمدة هناك حق احدى القرى اللي موجودة قريبة فقال له اذا تعرف هذه البنت قال له العمدة ابدا ما نعرفها ولا حد يعني من اهل القرى افتقده وبنت كان قالوا لي وهنا ابو العبد يعني ما هو عارف شنو يسوي قال حق العمدة طيب ممكن تخليها عندك لاني انا خاف اهدها وهذه مسؤولية مسكينة اخاف ان احد يعني تحرش فيها او يعني اضرها او يعني ما تدرون شنو اللي يصير قال لهذا العمدة لا ليش اخذها انا خلها عندك واذا في مجال اروح للشرطة وبلغهم فقام هذا الرجل وراح لمخيم اللاجئين هناك وقعد يسألهم وقعد يسأل اللي هناك شيخ القبيلة اذا يعرف هذه البنت فقاموا السئلة وكل اللي موجودين في المخيمات ابدا ولا احد مفتقد وحدة او بنت من هذه المواصفات البنت جدا ذكية لدرجة انها عرفت اسمها واسم ابوها وجدها لكن هذه البنت كانت صغيرة بالعمر للاسف ما قدرت تعرف اسم قبيلتها او عائلتها مواصفات هذه البنت كانت جدا شقرة يعني شعر ذهبي اصفر وكان عيونها رمادية ميلة للزرقة وكانت بيضة جدا وجميلة لدرجة تلفت الانتباه وداها للشرطة وهناك تعرفوا يعني الزمن اول ممثل الان في تحقيقات وفيه يعني قوائم وبيانات وبصمات وغيرها ويقدرون يتوصلون الى صاحب او عائلة هذه البنت اول ما في كذا فلما وداها الى مركز الشرطة قاعد هنا ضابط الشرطة يسأله عن وين لقاها وبعد هذا اللي يسأل البنت عن مواصفات اهلها ابوها امها اخوانها كم عددهم البنت جاوبت باللي تقدر عليه مسكينة والباقي ما عرفت تجاوب عليه المهم هنا ضابط الشرطة من نفسه يعني قال حق هذا الرجل ابو عبد اخذ هذه البنت والصباح رباح اذا ما توصلنا حق اي احد يعني من اهلها ربها واخذ انت جزا تربايتها الاجر والثواب قام هنا الرجل ابو العبد واخذ هذه البنت اللي اسمها ربيعة احمد مصطفى عائلتها ما تعرفها وداها واول ما دخل البيت اللي التقت فيه زوجته زوجته من النوع اللي جدا صارمة ونظامية اول ما شافت هذه البنت الشجرة الجميلة الحلوة وما سكنها زوجها بغت تنهار وبدأت تصرخ وتولول انت متزوج علي وجايب لي هذه البنت بعد ما طلقت المرأة وتبيني اربيها قال لها حيلك اهدائي لا تسوي نضجة ولا تسوي مشاكل ابي اتفاهم مياك قال لها القصة انها هذه البنت ضاعة ويبي يسأل عنها بين الناس ويبي له يعني فترة لحد ما يلقى اهلها ان شاء الله اذا لقاهم بيعطيهم اياها لكن اذا ما شاف لهم اي خبر بيخلي البنت عنده قالت هذه المرأة ام العبد لا انا ما بياربي هذه البنت ولا بيامسكها وشوف لها حلودها في اي مكان هنا فعلا اليوم الثاني اخذ اجازة هذا ابو العبد من الجامعة وراح يسأل ويستفسر ويعني يفصفص من نفسه الاردن شبر شبر وبالذات في الزرقة لانه شافها فيها وهو ايضا ساكن في الزرقة لكن دون فايدة البنت ما لها اهل فهنا طمن البنت وقعدت تصيح وتبكي وحضنتها هذه البنت ربيعة وقالت لا الله يخليك يا عمو لا تتركني اخذني انا ارتحت لك انا اعتبرك مثل ابوي لا تتركني وهي تصيح ويعني ماسكه بشدة بنطلونة فاهو كسرت خاطرة وهو عند عيال اولاد وبنات لكن اهو من النوع الرحيم رؤوف مقادر يقطع البنت او يرميها في اي مكان او يعطيها الشرطة خايف عليها وبالذات انه عارف انه زوجته هذه الوسواس الخناس اللي في البيت راح تسوي للمشاكل الكبرى اذا رجع فيها للبيت مرة ثانية لكن شي سوي دور وبحث في كل مكان ما حد يعني عرف عنها مصدر او خيط يوصلها الاهلها رجع وهو منكس راسه وحزين على هذي البنت وماسك يدها ووعدها وعد انه ما يتركها لما يشوف اهلها رجعها للبيت ومن شافتها هذي المرأة بدأت هنا تصرخ وتولول قلها اسمعي انا سكت عنك مرة مرتين ثلاث وانتي على هذا الحال تصوطين وتصرخين وانا ما لومك بحكم انك غيرانة لكن هذه بنت صغيرة بالعمر عمرها اربع سنوات يدوبك تفهم تكسبين اجر اذا ربيتيها بين عيالك اذا ما تبين تكسبين اجر تفضلي هذا الباب يوسع جمل روحي بيتها لك وانا ان شاء الله تزوج المرأة اللي تبي اتربي هذي البنت عجبك ولا لا فهنا قامت وصارخت وزعلت عليه وراحت اتنام في غرفات عيالها وظلت اسبوع على هذا الوضع وهي حاقدة ونقمة على هذي البنت بعدها خلاص عرفت انه ما في امل ابو العبد متشبص ومتمسك براية انه يربي هذي البنت باي حال من الاحوال اقتنعت وخافت على حياتها انه يطلقها او يتزوج عليها زوجها وظلت راضخة بالامر الواقع لكن انتو تعرفون المرأة اذا حقدت حقدت واذا نغرت نغرت يعني غارت فقامت حطت كل غيرتها على هذي البنت خصوصا انه اي ضيوف يزورونها او اذا رحت بيت اهلها يعني تاخذوا اياها هذي ربيعة كل ما راحت مكان ينصف عون الاهالي والجيران والمعارف على جمال وجذابة وكريزمة هذي البنت الخلاب والكل يسألها ويقولون لها الناس تعرفون كلامهم ما يرحم اشلون جبتي هذي البنت البنت هذي جميلة البنت هذي حلوة مو مثل عيالك ما تشبه لهم عيالك بيض بس هذي غير هذي مختلفة هذي كأنها يعني قمر نازلة من السماء فبدأ هنا الغيرة تشب في قلب ام العبد فشوي شوي بدأت تزيد عليها الكيلة يعني الصباح تقول لها يلا قوم يكنسي البيت تخليها مثل الخادمة تقوم وتنظف وتكنس وتطبخ وهي من عمر صغير يعني كأنها ماخذتنها مثل الجارية حقتها وكل ما قرب بيجي ابو العبد تحاول انها تخليها ترتاح استمر على هذا الوضع لما البنت بدأت تبي تدخل المدرسة فهنا قام ابو العبد واخذ البنت وراح للعمدة العمدة يعرف قضيتها ويعرف المشكلة حقتها وبدأ هنا يشتكي لها شنو يسوي يبي يدخل هذه البنت المدرسة فهنا اتعاون هذا اللي هو عمدة القرية مع او المختار اللي يسمونا هناك مع ضابط الشرطة اللي كان معاه علاقة انهم يعني ينسبون هذا الرجل مو ابوها لا يكون ولي عليها اللي هو ابو العبد بحكم ان البنت اسمها ربيعة احمد مصطفى لكن العائلة اخذولها عائلة اللي هو ابو العبد سجلوها باوراق رسمية وفعلا تم تدخيلها المدرسة وكانت من المتميزات ومن المتفوقات وكأن الجينات هنا تلعب دورها مع ربيعة كون انها جدا متفوقة والكل يتني على امتيازها وشطارتها عكس خواتها وكان عندها اخذ في نفس عمرها كانت مو مثل شطارتها ولا مثل نباهتها كانت الام بدل ما تفرح هذه ام العبد كانت تنغر وكانت جدا تحسد وضعية هذه البنت ومو بس كده كانت تضايق اذا استدعوها المدرسة عشان يكرمونها بتميز ربيعة يوم اللي تتكرم ربيعة يعني راح تلقى علقة من هذه ام العبد والعكس تماما راح تلقى التكريم من ابو العبد اللي يكون الرجل اشد حنانا من المرأة المهم هذه ربيعة كبرت على هذا المنوال الكل يكرحها في هذا البيت بيت ابو العبد من اعيال اولاد وبنات وكذلك الام خلاص غرزة الكره غرزة الحقد في جبين اعيالها تجاه هذه البنت اللي لا حول لها ولا قوة وكأنها اهي كاتبة على نفسها انها تكون يعني متفوقة انها تكون جميلة انها تكون مبدعة الله سبحانه وتعالى غرز فيها الله سبحانه وتعالى اهل اللي حط فيها هذه المواصفات وعلى فكرة الجمال مجمال الشكل الجمال جمال الروح لكن ابو العبد في هذه الاثناء طوال هذه السنوات والبنت تكبر ويزيد جمالها ويزيد الخطة من حواليها وهنا ما قدر يسكت زوجته عن التبلي عن الشتائم عن الصراخ عن المشاكل هذه ربيعة سوت كذا وهذه ربيعة فعلت كذا لدرجة انها ربيعة بعض الاحيان تشتاق انها تقولي يمه فاذا قالت لها يمه ابي كذا تقولها لا تقولي لي انتي مو بنتي هذول عيالي صحيح انتي بنت شوارع وهذا ابو العبد مو ابو مالك اي حقية نادي بيوبا يعني فعرفت هذي ربيعة منه صغيرة انه لا ابو ولا ام عندها وانه ابوها ابو العبد لقاها من الشارع حاول ابو العبد انه ما يقول لها في عمر صغير لكن هذه السوسة علمتها من البداية كبرت ربيعة ومثل ما قلنا ازداد جمالها وانوتتها وازداد طولها وشكلها اكثر واكثر ومثل ما قلنا الناس زادت الكل يبي يخطبها والكل يدور على الجمال ربيعة في حلقها غصة وفي حلقها ضيم وقهر تحس بنقص كل زملاءها اللي وياها في المدرسة وكذلك عائلتها اللي ساكنوا وياها كلهم عندهم عائلات وكلهم عندهم اهالي يخافون عليها يا ما راحت للمدرسة ما هي مرتبة يا ما راحت للمدرسة وملابسها موصخة وما هي نظيفة وما هي مكوية وايهي ساكتة وطالع في البنات شلون امهاتهم يخافون عليهم يسئلون عنهم وايهي مسكينة لا حول لها ولا قوة كل هذا ما تقدر تشتكي لأبو العبد لأن الزوجة هذي راح تعطيها درس ما راح تنساه من الضرب والإهانة وفي يوم من الأيام كان أبو العبد مار جهة الغرفة اللي كانت فيها هذي بنته ربيعة إلا يسمع إصراخ وزعاق وسب ولعن وشتيمة وإهانة من زوجته على هذي البنت اللي ما يتجاوز عمرها 14 سنة والبنت بس قاعدة وتبكي ويسمع صياحة اللي عور القلب تألم وما قدر شنو يسوي هل يسبها هل يشتمها هل يغلط عليها ما في فايدة سوى كل شي حتى إنه يعني يوم من الأيام طردها من البيت لكن دون فايدة فهنا ظل يفكر شنو يسوي راح المدرسة وهو حزين يعني في حالة اكتئاب جدا كبيرة ما هو عارف شلون ينقذ البنت هذي من الشتائم ومن التعنيف من قبل الحسودة زوجته في هذي الأثناء بعد ما خلص المحاضرة حق الطلاب وبعد ما كمل يعني المحاضرة طلعوا الطلاب من القاعة وبقى هو جالس يفكر على الكرسي في حال المسكينة هذي البنت ربيعة وشنو يسوي مع هذي الزوجة الظالمة جاله في هذي الأثناء ولد هذا الولد طالب عنده مثالي جدا ومتميز ومتفوق ومن عائلة جدا معروفة قاعد يسأله ويستفسر عن بعض المعلومات اللي يعني يدرسها هذا اللي هو أبو العبد وقاعد أبو العبد علمه ويشرح له درس المحاضرة بعدها طالع فيه أبو العبد قال له شنو اسمك انت قال له أنا اسمي رامي قال له شوف يا رامي انت ليش ما تزوجت للآن لأنه أول مثل ما احنا عارفين في زمن يعني الستينات والسبعينات يتزوجون بعمار صغيرة الرجال والبنات فقال له شلو نتزوج وأنا ما بعد أخلص الجامعة قال له طيب شنو تبيه إذا خلصت الجامعة قال أنا أبي أكون يعني مدرس أدرس في إحدى المدارس قال له طيب ليش ما تتزوج وأنت تدرس قال له شلو نتزوج ما في بنت تقبل فيني قال له وإذا قلت لك إن أنا عندي بنت وأعطيك إياها قال صحيح تقبل يا دكتور إني أنا أخذ بنتك قال له ليش لا أنت إنسان يعني تزم وأخلاق ومتميز وكذلك مثالي البنت عمرها 14 سنة وفيك تجي البيت وتشوفها بس بقولك حاجة قبل ما تجي البنت صحيح أعتبرها مثل بنتي لكن في الحقيقة هي مش بنتي أنا شفتها يعني قصلى القصة أنا شافها في الشارع ورباها قال له هنا خلاص أنا بشاور الأهل وبعطيك خبر راح الولد وشاور أهله قال له أهله إذا هذا الدكتور هو اللي يعني درسها وعلمها ورباها أكيد بتكون مثالية بامتياز وإكيد راح تكون هذه البنت مربية أحسن تربية قال له روح أنت شوف البنت وإذا عجبتك بعدها تعال وقول لنا قام رامي فعلا حدد يوم وراح يشوف هذه البنت لما شافها جل بيت مسودا وبدأ يحلف على أمه أن اليوم الثاني تروح تخطبها قال يا يمه ما شفت لا جمال ولا دلال ولا أخلاق مثل هذه البنت جدا جميلة لدرجة أنها طيح الطير من السماء أبيها أبيها بأي حال من الأحوال قالت لأمه خلاص نروح نشوفها فعلا عجبت الأم وخطبها خطبة رسمية وتزوجت ربيعة من رامي أول ما تزوجتها قالت لأنا في حاطقي أني أدور على أهلي حاول أنك تشوفهم بأي طريقة قعد هنا رامي بأيادية ورجولة يبحث ويدور وينبش عن أهلها لكن وكأن الأرض انشقت وبلعتهم ما في أي خبر ولا في أي بلاغ للشرطة عن افتقاد أو يعني ناس يدورون عن بنتهم جاها يوم من الأيام رامي بعد طبعا خلاص الحين ما تخرج وتوظف هناك مدرس في إحدى المدارس قال لها يا ربيعة أنا مقصر عندك في شيء أنا ما دورت على أهلك ما سويت كل اللي تبينا قالت لا لا والله رايتك بيضة قال لها أجل اسمعي أنا شفت لي الآن وظيفة في الإمارات في إحدى المدارس راتب ضعف الراتب اللي أستلمه هنا في الأردن أبيك تساعديني ونحط يد على يد ونروح هناك أهلك ما شفنا لهم خبر ولا شفنا لهم أي يعني خيط وصلنا لهم فأنتي تساعدي وياي نروح ونجمع فلوس وخلاص نسوي لنا مستقبل هي ربيعة وافقت وفي قلبها حسرة أنها بتودع هذه الأرض وبتودع هالها اللي ممكن ما راح تشوفهم ولا بأي حال من الأحوال انتقلت ويا ربيعة فعلا إلى الإمارات وهي في قلبها مثل ما قلنا قهر وحزن وبكى ونحيب بسبب أن تبي الأم تبي الخوات تبي الأخوان تبي السند والعيلة صحيح أنها تزور أبوها صحيح أنها بس تتصل على أبوها من هذه العيلة وتطمئن عليه راح تربيعة مع هذا الرجل إلى الإمارات وفعلا إلى أبو ضبي هناك يعني عطاهم سكن وكان يعني يروح الدوام ويجي احنا نتكلم الحين عن زمن السبعينات نهايتها كانت هناك شقق قريبة من بعضها وكانت هذه الشقق أغلبها من الوافدين اللي يشتغلون في الإمارات اتعرفت هنا ربيعة على وحدة من حسن حظها من الزرقة اتوطدت علاقتها وياها وكانت تحبها يعني كأنها شايفة عال صديقة عندها كانوا يطلعون مع بعض ويدخلون مع بعض ودائما تعزمها على القهوة على غدا على عشاء ونفس الوقت بهذه صديقة ربيعة صديقة ربيعة اسمها حنان توطدت العلاقة وكبرت وكلمة يعني يجتمعون يسالفون في شتى أنواع السوالف في يوم من الأيام جات حنان حق ربيعة قالت لها أنا بروح الأردن قالت ليش قالت والله جارنا هذا جارنا المسكين طيب وحنون وكان يحبني وانا صغيرة ويعطف علي مات وانا الآن لازم أروح أي حال من الأحوال قالت لها ربيعة الله سبحانك يا ربي الحين أهلي لو صير لهم حاجة أهلي اللي عايش أنا وياهم ما روح لهم هذا رجل غريب يعني ما تعرفين بتروحين تحضرين العزة بس لأن جارك قالت إي بس هذا لو تسمعين قصتها صدقيني يا ربيعة يعني عينك تدمع بدل الدموع دم قالت يلا عطيني أتحفيني شنو قصتها يعني هذا يعني أخذها الفضول إنها تعرف قالت لها اسمعي القصة هذا الرجل جاي واستأجر بيت يمنى في الزرقة لكن من سكنا ومعانا يعني وحنا نسمع أصياح وبكى ونحيب وحزن ودائما يعني صوت الأب آخر الليل يبكي ونوح ما ندري ليش ولا ندري شنو سبب هذا البكى فقام أبوي وقال لازم أزوره أعرف سبب هذا البكى ممكن محتاج أو نقصنا فلوس وحنا لها بعدها أبوي راح وزارهم وعرف إن هذا الأب مسكين ضايع عليه بنت صغيرة وتخيل لي ربيعة إنها في سن عمري يعني الآن 30-35 سنة عمرها ودائما كان يشوفني ويحسبني مثل بنته دائما يعطف علي ويحن علي ووديني البقالة ويرحمني وكذلك كان طيب جدا فهنا أهل الحارة دائما يعني يشفقون عليكم إنه يعني دائما حزين ودائما ما في شيء فرحة ولا في شيء نسي عن فقدان بنته وأهل كذلك قالوا إنه يعني فقد البنت من سنين طويلة جدا قالت ربيعة معقول هذه القصة اللي أسمعها حقيقية تعرفين تجي بيلي الله يخليك اسمها واسم أبوها هذه المفقودة وعائلتها قالت لها حنون يا ربيعة حيلك ليش شنو تبين في تفاصيل هذا الكلام كله قالت هذا شيء ضروري أنا أعرف بنت مفقودة بهذه المواصفات وبنفس العمر قالت لها مين هذه البنت اللي تقولين عنها المفقودة قالت تعرفين مين أنا أنا مفقودة ورباني اللي هو أبوي ما قصر في تربيتي لكن هذا مو أبوي ولا هذا عائلتي وأنا أدور من زمان على أهل الحقيقيين للأسف ما شفتهم ولا أحب أني أتكلم عن تفاصيل حياتي لأن الناس يعني يسألون أسئلتهم كثيرة وكذلك يعني أحس بغصة إذا تكلمت عن فقدان أهلي ما أقدر أني يعني أسكت أو أتمالك نفسي عشان كذا ما قلت لك يا حنون قامت حنون قالت لها خلاص أنا الآن أتصل بهلي واشوف شي قولون عن اسمها راحت التصت على أهلها وقالت سئلوا هذا الولد مع أنه عندهم عزة عن أختها المفقودة قال لهم أختي مفقودة اسمها ربيعة أحمد مصطفى نفس الاسم حاج ربيعة قامت ربيعة وشهقت من الصياح وقالت الآن أنا بحجز وياك بروح إلى الزرقة أنا بروح لابوي لأن أول تعرفون ما في بنت تقابل رجل مهما يكون غريب قالت أنا بروح لابوي وانتي عطينا رقم هذا الرجل اللي يعتبر ولد أبو ربيعة يعني المفترض يكون أخو ربيعة بالسنة كبير يعني مو بالصغير في السن تقريبا في الخمسينات أو الستينات قالت لها عطيني رقمه إن شاء الله نشوف حل راحت قالت لزوجها زوجها فرح وعلى طول قص لها يعني تذكرة وراحة إلى الزرقة وراحت حق أبوها وخبرتها كامل التفاصيل قام أبوها واتصل على هذا اللي هو أخو ربيعة وقال لا والله إحنا عندنا عزا بس خلني أقابلك في الليل إذا خلص العزا لأن هذا موضوع بسبب أبوي يعني انصاب بأمراض مزمنة وتوفى فعلا خلص في الليل العزا وراح وقابل أبو العبد وكذلك ربيعة أول شي ربيعة قالت لها شنو يضمن لي إن كنت فعلا أخوي قال أنا عندي صورة لك وانت صغيرة ومواليدك وطاريخك وكذا وكذلك في عين واحدة من عيونك وبالذات العين اليسرة فيها في البياض حقها نقطتين سود قالت لها صحيح أحسنت هذا فيني نقطتين السود في عيوني قال لها هذه الصورة شو فيها رواها الصورة نفس الصورة اللي كانت إيهي صغيرة برضو أبو العبد مصورنها لما يعني كانت صغيرة عشان يعني إذا كبرت يوريها إياها وفعلا وراها الصورة وطلعت أختها وحضنها وبكى وقال ما تعرفين إن بسببك أبوي يعني عجز ينساك وأمي كذلك وحدة كبيرة في السن ما هي قادرة يعني تنسى ألم الجرح اللي فقدتك فيه وكذلك جرح فقدان أبوي قالت لها أرجوك هنا بأقابل أمي قال لها صدقيني أمك إذا قابلتك راح يعني أكيد سكت قلبية وتمت قالت لها ما عليك أنا أعرف إشرا ندخل لها بعدة مداخل وما تدري يمكن الله في نفس الوقت اللي أخذ أمانة أبوي ممكن إنه يمسح على قلبها إذا شافتني فعلا قام هذا الرجل وقال يمه سوي غدا وبكرة جاينا ضيوف قالت مين يا ولدي وهالحزة وهالوقت هذا فقدان أبوي قال لها ما علي سوي الغدا بعدها لكل حادث حديث سوت الغدا واجتمعت إيه مع عيالها ينتظرون هذا الضيف اللي جدا مهم وجديد دخلت هنا هذه البنت اللي هي ربيعة أول ما دخلت قامت راحت حق الأم عرفتها كبيرة في السن لكن ما تذكرها يعني ما تذكر إنها هذه الأم ملامحها ما هي مترسخة في بالها راحت لها قالت لها أنت أم العيلة قالت لها إيوة مين أنت حبيبتي عرفين عن نفسك قالت شوفي أنا عندي أم هذه الأم ما أذكر منها شي صراحة لأني فقدتها وانا صغيرة كل اللي أذكرها أشياء طفيفة جدا تعرفين شنو اللي أذكر أذكر إنه يوم من الأيام قعدت وياها واحترقت يدي بسبب الملعقة أو الملعقة أو مثل ما يسمونه هذا اللي يخلطون في الأكل كان حار وحامي أمي أذكر إنها حطت هذا الملاس أو المحركة أو الملعقة على يدي وبالتالي علمت على يدي طوال حياتي وهذا صحيح إن حرق لكن يا جمالة من حرق لأن هذا يذكرني بأشياء طفيفة بجلسة شعبية وانا جالسة أنتظر الأكل واذكرها قاعدت تصرخ وتحضني وتصيح علي فقامت هذه وفزت معنها يعني العجوز يعني كبيرة في السن وتعبانة بس من شدة الخبر ومفاجأتها مثل الصدمة عليها وقالت لها مين أنت يا بنتي الله يخليك قولي لي قالت أنا بنتك وفتحت وكشفت عن إدراعها فعلا أثار علامة الكوية هذه موجودة في إدراع البنت لا زالت ما راحت قامت هنا الأم على طول شبقت في البنت وحضنتها وبدأت تبكي وفعلا كان هذا كل يوم بدل ما يكون تكملت العزاء سبحان الله كان بادرت فرح وسرور وسعادة عند ربيعة وعند عائلتها تعرفت عليهم كلهم فعلا حست بحضن العائلة حست بحنانهم لكنه بعمر كبير ربيعة صار عندها الحين سبع عيال أولاد وبنات وكذلك خلاص يعني الوحدة إذا كبرت ما تحتاج حنان الأم مثل ما هي صغيرة للأسف عانت وتعذبت وانهانت بسبب زوجة أبو العبد طيب الحين خلونا نتعرف إشلون ضاعت ربيعة بعد طبعا ما احتفلها وأكلها وخلاص كل الأمور مشت على ما يرام طلعت هذه ربيعة أصلا مو من سكان الزرقة ساكنة في الشمال وأصلا ربيعة كانت من النازحين اللي هم الأتراك اللي يجون ينصرون فلسطين أول كانوا يجون باصات من تركيا إلى فلسطين عشان أول مصارة الحروب مع اللي هو الإسرائيليين فكانت إيهي أصلها تركي جاية مع أهلها وسكنوا جلسوا واستقروا في شمال الأردن وبينما هي طالعة تلعب بالحارة إلا شافت في ذاك الوقت باصات رايحة جاية طلعت مع الناس وفجأة شافت باص قدامها وركبت فيه وهذا الباص نقلها من الشمال 300 كيلو إلى الزرقة هناك نزلت وكانت في الباص أصلا نايمة ما تدرى عن الدنيا لأنها كانت تعبانة ومنهكة لما وصل الباص نزلت مع الركاب ما هي عارفة وين تروح وين تجي وظلت تحوم في الحارة تصيح وتبكي لما شافها أبو العبد وأخذها بعدها أهلها انتقلوا من الشمال شوي شوي لما فقدوا الأمل وراحوا إلى اللي هو الزرقة خلاص يأسوا وحسوا ووصلهم أخبار أن البنت خطفت وما راح يشوفونها للأسف أبوها ما شافها مات قبل يعني ما تبصر عينها بنتها حية ترزق وهي يعني بصحة وعافية الحمد لله لم شمل العيلة حتى لو كان يعني في وقت بعيد طبعا ما تواصلت مع أهلها اللي هي أم العبد وبناتها وعيالها أبدا فقط كان تواصلها مع اللي تعتبر أبوها الثاني هذه نهاية قصتنا لليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو